السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث دا اليوم عن البردة والهمزية قصيدة البردة أو قصيدة البرأة أو الكواكب الذرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم هي أحد أشهر القصائب في مدح النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتبها الإمام محمد بن سعد المصيري في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي وهي من روائع الذكر وروائع مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تاريخ الأدب العربي تقع قصيدة البردة في مئة وستين بيتاً وتتناول عشر موضوعات منها في مدح سيد المرسلين وفي مولده وفي معجزاته وفي شرف القرآن ومدحه وفي جهاد النبي الكريم وفي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي المناجات وعرض الحاجات وغيرها ومن أشهر أبياتي بردة الإمام المصيري أنه قال مولايا صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بدي سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقائك ضمة وأومد البرق في الظلماء من إضمي فما لعينك إن قلت كففا غامتا وما لقلبك إن قلت استفق بهمي والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراغى أيما شممي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجبي نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول ولا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأهوال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمي دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيهم واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي أيها الأحباب الكرام هذه هي قصيدة البرضة وتسمى أيضا بالهمزية وتسمى بالبرأة أو الكواكب الذرية في مدح خير البرية الذي نظمها هو الإمام البصيري ينتسم إلى بلدته أبو سير وفي مصر بين الفيون وبني سويف أسرته ترجع في أصولها إلى المغرب إلى قبيلة سنهاجة إحدى قبائل البربر ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر إلى القاهرة ليتلقى العلوم في العربية والأدب والدين الإمام المصيري في أول أمره حفظ القرآن وصار مقرئا ثم قام بدراسة الأديان ودرس سنة خيري البرية لكنه كان كثيرا ما يشكو حاجته وفقره عاش ظروفا مادية صعبة أندك كان القرآن الكريم ودراسته الدينية لا تكاد تتجاوز الحناجر فكان يبحث عن البال وعن الحضوة وأحيانا يهجو موظفي الدووين ويذكر مساوئهم في أسلوب ضريف وكان الإمام المصيري قد أصيب بالشلل النصفي فكان يبحث عن الدواء وصرف كل ماله ولم يجد علاجا وتخلى عنه الأصحاب والأهل والأحباب إلى أن لقيه أحد الصالحين وقال له أنا عندي لك ذواء أكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله الأمين فصار الإمام البصيري يكثر من الصلاة على النبي الكريم أياما وليالي وأسابيع وأشهر وهو مريض سقيم يعاني من الشلل النصفي من بفالج وفي ليلة من الليالي رأى النبي الكريم رأي العين ومر بيده الكريم على جسمه رأاه بين المدام واليقضة وقال له عليك السلام يا بصيري ثم مر بيده الكريم على جسمه فقام مشافا معافا وألبسه المرضة ألبسه المرضة مرضته صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقام بعدها المصيري وقد شوفي وعوفي وامتلأ قلبه بحب النبي المصطفى وامتلأ أفواده بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم أنه بعد ذلك لن يمدح إلا خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فانطلق الإمام المصيري يُعنى بقراءة السيرة النبوية ومعرفة حقائق أخبار النبي الكريم وجامع سيرته العطرة وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنده على مدح هذا النبي الكريم كانت هذه القصيدة المسمات بالبرضة وأيضا الهمزية وتسمى أيضا بالميمية لأن آخر قافيتها حرف الميم والهمزية هي القصيدة المسمات أم القرى في مدح خير الوراء وهذا الدوان كبير وعظيم وجليل تم طبعه مرات ومرات أيام زمان وحتى في عصرنا الحالي وهذه الميمية أيضا تقع في أكثر من 450 بيتا مما قال فيها كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء إلى أن قال أنت مصباح كل فضل ما تصدر إلا من ضوئك الأضواء وفي سبب نظمه لهذه القصيدة في رواية أخرى يقول الإمام المصيري داغمني الفالج شلل النصفي فأبطل نصف جسدي ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها واستجفعت بها إلى الله في أن يعافيني وقررت إنشادها ودعوت وتوسلت ونمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي المرضة فانتبهت ووجدت فيي نهضة فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحدا فلقيني بعض الفقراء فقال لي أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي قصائدي قال التي أنشأتها في مرضك وذكر أولها وقال والله إني سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبته وألقى على من أنشدها بردة فأعطيتها إياه وذكر الفقير ذلك وشاعة الرؤية وعلى الرغم من أن بردة المصيري لها هذا التبجيل والمكان الأدبية إلا أن علماء السلفية عابوا على القصيدة ما يرون أنه غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقد عدد من علماء السلف البردة بالدعاء وقوع المصيري في الشرك أو في بعض الشرك ومن أشهر منتقديها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ وغيرهم ومن أبرز الأبيات التي انتقدت فيها تلك القصيدة قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حدوط الحادث العممي إن لم تكن آخدا يوما معادي يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعمت دعته النصار في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيهم واحتكمي لو ناسبت قدره آيات عظمى أحيى اسمه حين يدعى دارس الرممي فإنني دمة منه بتسمية محمد وهو أوف الخلق بالذمم فمن كلام أهل العلم في نقض تلك الأبيات ونقضها قالوا بأن فيها الشركة الأكبر ما لا يخفى من ذلك قولهم يا أكرم الخلق مالي من ألود به سواك التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الاستغاثة لتكون إلا بالله عز وجل وأيضا لما قال ولن يديق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقمي فإن لي دمة منه بتسمية محمد وهو أوف الخلق بالذمم إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم اللياد معناه كالعياد سواء مسواء فالعياد يكون لدفع الشر واللياد لجلب الخير وطبعا ما هو مقرر في العقيدة الإسلامية أنه لا يجوز العياد إلا بالله وبأسمائه وصفاته أما العياد بغيره فشرك لأن ربنا عز وجل قال يوما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا ويرى هؤلاء المشايخ من السلف أن الإمام المصيري استعمل الدعاء ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدرع وإنهار الفقه والإذترار إليه وسأل منه هذه المطالب التي عادة لا تطلب إلا من الله وحده لا شريك له فقالوا هذا هو الشرك في الألوهية ثم إن طلب الشفاعة لا يكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع ثم ذكر هؤلاء العلماء من السلفية أن هذه الأبيات التي نضمها الإمام المصيري في المرضة والهمزية والميمية فيها من التبري من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوانت الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن فإن هذا من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله سبحانه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقوله جل علا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بدنوب عباده خبيرا وأيضا قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وأيضا كما قال نوح عليه السلام وإن لا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين أيها الأحباب الكرام قصيدة البردة والهمزية أجمع معظم الباحثين رغم كل الانتقادات على أنها قصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي إن لم تكن أفضلها على الإطلاق في تاريخ الإسلام وتاريخ العرب انتشرت هذه القصيدة انتشارا واسعا في مختلف بقاع البلاد الإسلامية عبر التاريخ يقرأها المسلمون أو جل المسلمين في معظم بلاد الإسلام من من يقرأها كل ليلة جمعة ويقرأونها في المناسبات الشريفة بل إن بعض المتصوفة عقدوا مجالس عرفت بالبردة الشريفة أو مجالس الصلاة على النبي وزكها عدد من العلماء الأجلاء علماء الشريعة وعلماء الدين وعلماء العقيدة من بينهم الإمام الجليل الإمام السيوطي الذي قال عن هذه القصيدة كان المصيري رحمه الله من عجائب الله في النظم النترية وإن لم يكن إله إلا قصيدته المشهورة بالمرضة تكفيه فخرا وكذلك قصيدته الهمزية البديعة وقد ازدادت شهرة المرضة حتى أن الناس أسمحوا يتدارسونها في المساجد هذا ما قاله الإمام السيوطي مجدد القرن السابع فالقدماء كانوا يفخرون بهذه القصيدة وأيضا العلماء المحدثون المعاصرون كالدكتور زكي مبارك من كبار نقاد الأدب العربي قال المصيري بغانه المرضة هو الأستاذ الأعظم لجماهير المسلمين ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق فعن المرضة تلقى الناس الطوائفة من الألفاظ والتعابير غنيت بها لغة التخاطب وعن المرضة عرفوا أبوابا من السيرة النبوية وعن البردة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل المحمدية والخلال النبوية وليس من القليل أن تنفد غانه القصيدة بسحرها الأخاذ إلى مختلف الأقطار الإسلامية وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم وقد ألهمت قصيدة المرضة الكثير من الشعراء والأدباء والعوام على مر العصور وأشهر من نهج على نهجي البصيري هو أمير الشعراء أحمد شوقي وقد غنت أم كالتوم أيضا هذه القصيدة أيها الأحباب الكرام لقد ترجمت بردة الإمام البصيري إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والهندية والفارسية وغيرها لما تحظى به من مكانة روحية وفكرية كبيرة جعلتها أيقونة المديح النبوي عبر 800 قرن من الزمان منذ أن خطها الإمام البصيري في القرن السابع الهجري وشرح قاصدة البردة عدد كبير من العلماء والفقهاء الكبار واعتنوا بها اعتناء عظيم منهم الإمام شهاب الدين القسطلاني وسمى شرحه على البردة الأنوار المضيئة في شرح الكواكب الذرية وكذلك الإمام جلال الدين المحلي وهو صاحب كتاب تفسير الجلالين والإمام الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن فرحم الله الإمام البصيري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله رب العالمين خالق اللوح والقلم خالق الخلق من عدم مدبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم يا من جمل الليل بالنجوم في الظلم لك الحمد والشكر لله يا رب العالمين الحمد لله الذي بإزته وجلاله تتم الصالحات يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأنت يا ربنا أنت أهل أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد والشكر على كل حال حمدا لشكرك وأداء لحقك اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إن شكرك نعمة تستحق الشكر فعلمنا كيف نشكرك يا ربي يا كريم اللهم يا حنان يا منان يا دل جلال والإكرام لك الحمد يا جزيل العطاء يا كريم القضاء يا سابع النعماء لك الحمد يا من له الأرض والسماء لك الحمد يا رب العالمين يا من لا يزول ملكه ولا يتضعضع ركنه اللهم يا رب العالمين يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا وخالقنا وغاية رغبتنا نسألك شكر نعمك وحسن عبادتك اللهم زدنا من الخيرات ولا تنقصنا اللهم زدنا من البركات ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضعنا يا رب العالمين اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة